السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخة على الهرها دي. عمل لكم النهاردة ان شاء الله. فينو. قايزر. ان شاء الله اعمله لكم بطريقة سهلة وبسيطة. كل اي حد يشوفها ان شاء الله ينفذها. زي ما انتو شايفين كده ممتاز وناجح واللي عاجينة هشة وقطنية. طري. تامينيسان ده وتشات. تحفة. ضبنا النظافة وعارفة انت عاملا بايه? والقايزر. بص المنظر عامل ازدي. يلا بقى نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا عندي ثلاث كبات ونص دقيق او نص كيلو. معلقة لبن بودرة. معلقة خميرة كبيرة. زر نص معلقة ملح. معلقتين زيت. معلقة خل. خلي ده بمحسن الخبز. حلوة او للمعجنيت. بنحط بقى مية دافية كده واحدة واحدة. هي كمية ده خدت مني تلتمية ميلي مية دافية. واحدة واحدة كده بننزل. بالمية لحد ما نخلص كمية المية اللي عندي. طبعا العجين طبعا مش كل دقيق زي بعض. في دي بياخد مية بزيادة وفي دي ما بياخدش. اخدها بقى كده على الرخامة. افضل اعجن فيها كده. كويس قوي. احتاجت راشد دي اه اديها راشد دقيق عشان تتعجب معي كويس. انا عجنتها كده خدت خمس دقيق معي. بص العجينة عاملة ازاي ممتازة نكحة. زي الاستيك. العجينة تعجني فيها لحد ما توصل للمرحلة دي. هنحط شوية دقيق كده من تحت المنفق ونسبها تختمر. نغطيها ونسيبها في مكان دافي. هي كده اختمرت معي. هنحط شوية دقيق. ونقسمها نعملها رول كده ونقسمها. طبعا حجم الرغيف الفين وانت اللي بتحددي. عايزة كبيرة عايزة صغيرة عايزة وسط. انا عاملة وسط. عاملت خمستاشر رغيف من نص كيلو دقيق. نحط شوية دقيق كده ونمسك الكتعة وندورها كده زي ما انت شايفة. عاملنا الكمية كلها. هنجيب بقى الاساب كده ونندهنه. هناخد بقى اول واحدة تكون اختمرت. ما فيش ولا نشابة ولا اي حاجة انت بايديك بس كده. وبتليفي وتضغطي. وتقفلي. المنظر دوت. يبقى قدامك المنظر ده كده. بترسي في الصغ. نفس الطريقة برضو. كفريدي بايديك كده. وتليفي وتضغطي. وتقفلي. بيبقى بالشكل دوت. بتسيبه المسافة علشان بيختمر. زي ما انت شايفة كده. سهل وبسيط قوي. هنعمل بقى الكمية كلها. كده انا عملت كده الفينو. تلعو عشرة. وهنا القايزر تعجنيها تاني. يا كده اختمرت. لا بعجنها تاني ولفها. ولفها تاني تختمر كمين. بالمنظر دوت جبتي برضو دوس هو. بالشكل ده. بنحاول نسويها بس عشان تقامت تساوية. بنسيب برضو مسافة عشان تختمر. طلعت معيها بالمنظر ده هسيبوه بقى يختمر برضو. كده اختمر احنا جبتي كده معلقة لبن بودرة. معلقة سكر. شوية مية. عشان قدهن وش الفينو والقايزة. شوية فانيليا وبقلب كويس قوي. كده ندهن الوش. هندهن كده الوش كله. هنجب بقى شوية سمسم. عايزة سيادة ما فيش مشكلة. اي انتو حط اي حاجة اللي انت عايزة. او حبة البركة. بالمنظر ده. هنحط بقى على فرن ميتين وميتين وعشرين. بياخد تلت ساعة. تلعب المنظر ده بص اللون. نستويه زي الفل. بص المنظر عامل ازاي. حاجة في البيت. ريحت الخبيث في البيت كلها بركة. بصراحة حاجة ممتازة. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. وتنفزوها باذن الله. بالمنظر دهو الكايزر برضو. هدي بالنتيجة قدامكو هيت. هشة وكتنية. تعملي بها سندويتشات لولادك. تحطيه في الفريزر. ممكن تعملي كمية وتحطيه في الفريزر. ما بجرالوش اي حاجة تطلعت تفقيه. هو نص ساعة هتلاقي فك وتعملي له السندويتشات. يعني ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ممتاز يعني ناجحة ممتازة. لو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسينيش. لايك وشير. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.